موسيقى المساعدة الجالبانوميتر 20 Ohm يستخدمها كمساعدة من سيركتر من سيركتر لو عندي جالبانوميتر أو أميتر أو فلتاميتر وهي اللي أحبطتهم في السيركت أو وصلتهم بباتريا أو بلا 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 يبقى ديالك مش مسألة شابتر 2 نهائياً دي مسألة شابتر 1 أنا عندي جالبانوميتر الريزيستنس بتاعته 20 Ohm وصلت في سيركت الريزيستنس بتاعتها كلها 80 Ohm وأكيد طبعاً فيه بدريا وزورس بعدين بيقول لي وصلت شانت عايز بتاع الريزيستنس بتاع الجالبانوميتر بفور ان افتر كونيكتنج زا شانت يبقى معنا كده أنا عندي 2 كيسز كيس قبل موصل الشانت وكيس بعد موصل الشانت عايزي ريشو ما بين الكارت في الحال دين الحالة الاولية مثلا كارت اللي ماشي هنا سميه I1 وكارت اللي ماشي في الجالبانوميتر في الحالة التانية سميه I2 نشتغل كده كيس 1 اللي هو بي فور كونيكتنزا شانت اللي هو بي فور كونيكتنزا شانت كلها بالانترنت كل حاجة في وصلت معي يبقى كده I هتبقى إيقوة 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 V over R total كلها V مع رفاش ودوت بكم R equivalent 100 عشان هما اتنين مع بعض عامل حتى عنده اي مشكلة ناشف طيب كيس 2 بعد كونيكتنزا شانت هاو مش اللي اتنين دول بررماغات بيتدونا كم؟ 4 Ohm إيقوة 80 Ohm زي ما هي وهدي البدري ويبقى كده عادة رقولي أنا هكتب كيس تب بس سيبقى إيقوة 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 هتبقى إيقوة 5 times 20 over 5 plus 20 اللي هما الفول كل ده plus 80 يبدأ دي ها يطلع 84 Ohm أقدر أحسن current total هيبقى equal V over R total هيبقى equal V مع رفاش و R total 84 وطبعا في ناس كتيرة جدا بتقفوا عند هنا وتروح أياها ده اي منو ايتو وتروح عاملها بديد بعض وده غلطة كبيرة قوي لأن دي مش ايتو ده current total اللي داخل على الاثنين اللي داخل على الـ 25 انا عايز اعرف اي طول وحدة طبعا زي ما تعلمنا انا بشتغل على الـ مدام عندي اتنين وعايز اطلع الـ current في واحدة بشتغل على الـ الـ current اللي ماشي هنا باسمه V over 84 الـ voltage هنا انا اسميه الـ voltage بتاع الـ parallel او اسميه الـ voltage بتاع الـ 4 ohm ايا كان الـ voltage بتاع دي هو بتاع الـ 4 ohm مش هو اكبر الـ I بتاعتها في الـ R بتاعتها الـ I بتاعتها اللي هي الـ total اللي هي V over 84 الـ R بتاعتها اللي هي 4 يبقى كده هتطلع V over 21 يبقى الـ voltage هنا V over 21 volt مش الـ voltage ده وده وده يبقى الـ voltage هنا V over 21 يبقى كده تفعلت I2 اللي ماشي في الجالبانوميتر بس اللي هو ماشي في الـ 20 ohm هي بقى الـ V over R بتاعت الـ Gالبانوميتر الـ V بتاعته اللي هي الـ V baron اللي هي طلعناه V over 21 over R بتاعت الـ Gالبانوميتر اللي هي كم؟ بـ 20 كده V over 21 divided 20 دي هتطلع V over 420 يبقى that I1 يبقى I1 to I2 هتكون equal I1 بV over 100 Divided Divided يعني مانتبلاي وقلي باللي بعديها I2 اللي هي V over 420 اللي هي V over 420 الـ V هتكون مع V 21 to 5 بشة بشة س chainز بشة 2 بشة